مرحبا في المنهج العلمية محمد سعد تعالى مجزايا مع مستر محمد سعد النهاردة المنهج الجديد سنة 5 ابتدائي Connect Plus شرح Unit 1 مكملين معاكو عملنا فيديو عالمي الفيديو اللي فات حسيب الرابط في صندوق الوصف Unit 1 Listen 1 النهاردة هنكمل Listen 1 مع بعض Connect Plus Unit 1 هنا بيقول لي Look and read انظر واقرأ تمام بصوا طبعا بتعرفنا حاجات كتير repeat after me تمام Grassland يعني ايه ارض عشبية grassland اولها grass يعني عشبة او حشائش واخرها land يعني ارض grassland land land yes number 2 forest forest غابة est تاني est اولها for يعني لمدة واخرها est طبعا ملهج معنا forest غابة number 3 rain forest rain forest يعني غابة استوائية اولها rain يعني مطرة واخرها forest يعني غابة r-a-i-n f-o-r-e-s-t f-o-r-e-s-t rain forest غابة استوائية او غابة مطيرة فيها مطرة كتير يعني تمام number 4 marine marine بحري متعلق ايه بالبحر بحري it's an adjective مارين m-a-r-i-n-e 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 blue desert zahra desert zehirt z-e-s-e-r-t isa-r-t desert zahra احفظ بالطريقة بتاعتي ايه الكلمة تخش دماغك مش هتطلع ابدا تمام هنا في language notes ملاحظات لغوية مهمة جدا ركز معايا فيها هنا نابلكل number 1 arrive at arrive يا أولاد يعني يصل لما ييجو وراها at لازم ييجو وراها مكان صغير يبقى arrive at يعني يصل مكان صغير هنا هو في example على سبيل المثال مونة وصلت الشط arrive لازم ييجو وراها حرف جر يات يأن يبقى arrive at ييجو وراها مكان صغير ممكن أقول arrived at the club arrived at the airport المطار arrived at the mosque المسجد أي مكان صغير arrive in يعني يصل مكان كبير يعني بلد مثلا أو دولة تمام يبقى مونة arrived in Cairo مونة arrived in Alex اسكندرية أي بلد خلاص تمام يبقى arrived in يصل مكان كبير arrive at يصل مكان صغير تمام مهم جدا أشوف اللي قبلها واللي بعدها number two see مفعول فعل يعني بيشوف جزء من الحرس مش بيشوف الحرس كله قدامه بيشوف جزء منه we saw trees growing out of the sea يعني احنا شفنا شجر بينمو خارج البحر خلاص شفنا جزء من الحرس مش الحرس كامل تمام يبقى so so مفعول فعل ing تاني so مفعول الفعل ing كويس number three help مفعول to مصدر فعل آه help مفعول to مصدر فعل ممكن يقول هنا بيقول لي مصدر between to أو مصدر between كمان تيكي ساعد these roots help them get oxygen these roots help them get oxygen تمام يعني هنا help مفعول مصدر بدون to وساعد بيتيجي معها to تمام number four feel يشعر بيقو وراها adjective صفة وخدناها في تالتة بتدائي when I touched the trees leaves لما لمست أورأ أورأ الشغر they felt very sick يعني هما كانوا ملمسهم سميك خلاص تمام number five في عندي هنا connectors يعني كلمات بتربط بين جملتين زي but يعني لكن هنا بيقولي لكن تربط جملتين الثانية عكس الأولى يعني في تناقض بين الجملتين يعني جملة التانية مراقضة لها عكسها خلاص يعني الجملتين مش مشيين مع بعض I was ill أنا كنت مريض but لكن I went to school يعني أنا كنت مريض لكن رحت المدرسة في تناقض الواحد وهو مريض المفوض يقعد في البيت لكن هنا في تناقض في جملتين يبقى بربط ببط بط يعني لكن بتيجي بين جملتين متناقضتين عكس بعض المفروض هنا قبل وط في قمة منتح يبقى لازم يحط بط لازم يحط قمة هنا تمام يبقى فيه قمة هنا تمام كويس خالص نامر سيكس stop مفعول الفعل ING تاني stop مفعول الفعل ING وساعد على فكرة stop مفعول بقورها تو مصدر فعل تمام نشوف يعني هنا بيقول أوراق الشجر دي اللي هي منعخص بتوقف النباتات إن هي تفقد المية لما يكون الجوحر تمام when there are storms their deep roots stop the sand washing away يبقى stop مفعول الفعل ING كويس تمام we have an exercise here let's answer it together عندنا هنا exercise عالمي تعال كده نحل مع بعض كويس هنا بيقول activities on lesson one exercise on lesson one choose the correct answer from A B C or D هنا exercise ده on vocabulary على المفردات اللغوية بيخليك تحفظ المفردات اللغوية أكتر تمام number one the mangrove forest يعني غابة المانجروف in the forest in the red sea عاوز أقول إن الغابة دي إيه في البحر الأحمر smallest أصغر غابة largest أكبر غابة newest أحدث غابة ولا least أقل غابة طبعاً المانا عايز على طول the largest بيقارن الغابة المانجروف دي بجميع الغابات في البحر الأحمر مقنب واحد مجموعة يبقى زي بحطر الصفاء ECT يبقى المانا عايز ده يبقى اختار number B the mangrove forest is the largest forest in the red sea تمام number two mangrove forests are so space for the marine ecosystem تعني ترجم غابة المانجروف تكون إيه للنظام البيئي البحري important مهم useless بلا فائدة harmful ضرّة ولا dangerous خطيرة طبعاً mangrove forests are so important for the marine ecosystem يعني غابة المانجروف مهمة جداً للنظام البيئي البحري so important يبقى نختار A important number three mangrove trees can grow in water أشغار المانجروف ممكن تنمو فين ميئي polluted ملوثة طبعاً لأ dirty يعني متسخة طبعاً لأ poisonous سامة طبعاً لأ يبقى salted 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 water يبقى أشغار المانجروف can grow in salted water يعني مية ملحة يعني مياه ملحة تمام number four the roots of mangrove trees help them get smoke يعني جزور الشجار المانجروف بتساعدهم يحصلوا على إيه smoke الدخان sleep when you touch the leaves of mangrove trees لما بتلمس أوراق شجر المانجروف they felt very they felt very thick مريض thin نحيف ولا thick ساميك طبعاً ملمسهم إيه thick ساميك الأوراق الشجر أوراق شجر المانجروف طبعاً thick ساميك number six the leaves of the trees stop the plants space water when it's very hot أوراق الشجر بتوقف النباتات من هي إيه المية لما يكون الجو حر keeping تحتفظ بيها having يمتلكها carrying يحملها ولا losing طبعاً المعنى عزة يبقى the leaves of the trees stop the plants losing water when it's very hot أوراق شجر المانجروف بتوقف النبات إنه هو يفقد المية لما يكون الجو حر تمام number seven mangrove trees space the non-living things and the living things in the marine ecosystem protect تحمي pollute تلاوث destroy بتدمر ولا cut تقطع أشجر المانجروف طبعاً إيه protect بتحمي الكائنات الحية والغير حية في النظام البيئي البحري the marine ecosystem يبقى اخترع طول إيه تمام number eight the first are a home for many animals harmful مؤذي أو دار unhealthy غير صحي dangerous خطير safe آمن أنا بترجم يبقى the forces are a safe home for many animals الغابات تعد موطن آمن للعديد من الحيوانات number nine mangrove trees help young fish fly drive survive climb أشجار المانغروف بتساعد السمك الصغير إنه هو إيه yeah number six survive يبقى على قيد الحياة ينقو طبعاً سبحان الله أوكي يبقى survive number ten mangrove trees help us with reading speaking jumping jumping global warming أشجار المانغروف بتساعدنا في إيه في القراءة في التحدث jumping القفز ولا إيه في ظاهرة الاحتباس الحلري طبعاً بتساعد كثير في ظاهرة الاحتباس الحلري mangrove trees help us with global warming number eleven bees make a special space from the mangrove flowers النحل بيصنع إيه من نخص من ظهور صغر المانغروف juice عصير water مية gazz يعني gazz ولا honey عسل طبعاً bees make a special honey from the mangrove flowers يبقى الإجابة الصحيحة honey number twelve the last one here mangrove honey helps fight some diseases diseases طبعاً العسل اللي هو من شجر المانغروف بيساعد إنه هو يحارب بعض الأمراض health صحة illnesses أمراض فيتامينات ولا إنسكتز حشرات طبعاً mangrove honey helps fight some illnesses and diseases الأمراض طبعاً بيحارب إيه الأمراض يبقى الإجابة الصحيحة number B حعمل فيديوهات تغطي المنهة كله مراجعة أي فيديو إن ده محتاجه حتلاقيه في قوائم التشغيل الجرامر كله في قوائم التشغيل أشوفكم الأخير عجب لك الفيديو إدي أسابسكرايب إدي ألايك إدي أشير جود باي مع السلامة